عايز روح له قدام شوية بتأكيد عسى لك على وسلام أبو علي تمام هل أخيرا للنادي الآيلي مهاجم؟ في اللعيب اللي موجودين دول أنا شايف إنه هو ده أفضل الخيارات يعني هو لو بيلعب بشكل مستمر و بياخد مباريات كتير هو هيبقى أفضل من كده و هيبقى أحسن من كده هيبقى أحسن من كده لأنه لعيب يعني بص هو هو مهاجم بيعرف يلعب كورة بيعرف يستلم بيلعب بدماغه كويس هو على الجون إيجابي يعني النهاردة يعني ممكن لو جاله فرصتين أو ثلاث فرص ممكن يسجل منه و ممكن يهدف منه دي كانت مشكلة كان بيعني منها النادي الأهلي سنين آه يعني لأ وهو حتى قبل ما هو ييجي بقى موجود لو بنتكلم حتى على الموسم اللي احنا موجودين فيه كاختيارات هو أفضل الاختيارات اللي موجودة دلوقتي أنا شايف إنه مع الوقت حياخد انسجام أكتر حياخد تعاود أكتر على طريقة اللاب يعني التجانس هيبقى مع زميله اللي موجودين أنا شايف إنه ده هيفرق معه و هيفرق مع الفرق بس دلوقتي على ضوء المباريات اللي لعبها نقدر نقول إن وسام أبو علي مهاجم جيد ولا لسه ما نحكمش عليه لا هو مهاجم جيد يعني رقميا و فنيا في الملعب يعني حتى ما بتتفرج عليه في الملعب وتصرفاته في الكرة و إنهاءه للهجمة حتى لو ما جاتش جود لا هو مهاجم يعني وبعدين هو ده خلي بالك ده من المهاجمين اللي هي المتحركين اللي هو صعب يتمسك إن انت غير المهاجم اللي هو اللي بيسلم نفسه الخط الدهر أو اللي الناس بتطلق عليه قصة المهاجم المحطة خلاص الكرة ما بقاش فيها محطات دلوقتي ولا بقى فيها إن انت تلعب من السبات ولا بقى فيها إن انت فدي ميزة موجودة عنده مش موجودة عند الاتنين اللي موجودين إن كان مودستة ولا كهربا يعني كهربا حتى لما بيلعب مهاجم هو بقى مهاجم صريح ما فيش التحركات العرضية ما فيش نزول لتحت الملعب كور مشتركة أعتقد إنه برضو ما هوش مميز فيها قوي إنما وسام عنده الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي المهاجم دايما المتحرك المهاجم دايما اللي هو ما بيديش راحة لخط الدهر أو لاتنين مساكين اللي بلعبوا عليه هو ده اللي انت تقدر تستفاد بيه ويقدر لو هو ما جابش أو ما تحركش سوريا لو ما جابش جوان هو يقدر يخلق مساحات للناس اللي جاء من تحت إن انت النهاردة يعني الخطورة كلها بقت من اللعيبة اللي هي اللي مش متشافة اللعيبة اللي هي سواء بتيجي من الأطراف أو اللعيبة اللي بتيجي من تحت دي بقت أكتر خطر على أي مدافعين في أي فرقة في العالم عظيم